بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أنا فتلت عدادي في الأظهر الشريف أنا كنت في عام بس حولت أظهر عشان الحب للقرآن كنت راح أحضر درس كرآن فكنت بركة بالقاطر فقحت تحت القاطر ورجلها كانت على القضيب بتاع القاطر الحادث علملي الصبر والإيمان بالله والحمد لله راضي من القرآن هو الله بيرفع من شأن إن شاء الله ولكن رسول الله وخاتم النبي الحمد لله ربنا كل واحد بيكتبله نصيب وبتبقى من قبل ما هو ينولد بيبقى مكتوب للي هو يحصل له كده يعني نقول الحمد لله لربنا يدوني أنا ما بنسيبهش خالص عاملين عليه يعني أنا أعد معه شوية والدته تعد معه شوية إخوته يعد معه شوية فطبعا عجلة الحياة لازم تمشي يعني أنا مقيد الحركة برضك واخد راحتي قوي في طبعة شغلي والمسؤولية زيادة أشكر والدي والدتي اللي هم دعموني وإن شاء الله أوصل اللي هم بيتمنهوني أنا مش محتاج حاجة خالص سواء إن ربنا يكرمه في حياته وحفظه للقرآن والأطراف الأطراف هتساعده في الحركة يروح دروسه يروح درسته يروح المعهد بتاعه يعني يفك يعني يطلع بره مع أصحابه مع زميله هتسهل حاجات كتير زي الإنسان الطبيعي ما بيمارس حياته اليومي زي الإنسان الطبيعي ما بيمارس حياته اليومي